رحبت الأمم المتحدة بإعلان شركات فيسبوك وميكروسوفت وتويتر ويوتيوب عن تشكيل منتدى الانترنت العالمي لمكافحة الإرهاب في مبادرة لجعل خدمات المستهلكين التي تستضيفها معادية للإرهابيين والمتطرفين وبحسب الشركات الأربعة فإن المنتدى يضفي الطابع الرسمي ويرسل هيكلية لمحاور التعاون القائمة أو المقبلة لحذف المحتوى المتطرف من منصاتها كذلك فإن هذا المنتدى يمكن أن يتعاون مع شركات ناشئة ومع مجموعات منبثقة من المجتمع المدني وأساتذة جامعيين وحكومات ومنظمات هذا ويستغل المتطرفون منصات التواصل الاجتماعي في استقطاب ضحايا جدد إلى صفوفهم كما يشاركون عبر صفحاتها محتويات عن عملياتهم وفضائعهم